موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحب الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بحول الله تعالى عن زيارة وزير العدل الجزائري إلى المغرب وما وراء رحلته هذه بعد ترقب وبعد قراءات مختلفة حط رحاله وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طيبي في المغرب وكما كان متوقعا وكما جرى الحديث من قبل من أجل تسليم الدعوة الرسمية للملك المغربي محمد السادس لحضور القمة العربية المزمعة في 21 نوفمبر القادم بالجزائري وطبعا هذا العمل فرضاه البروتوكول ما عندوش خيار آخر يجب أن الدولة التي تستضيف القمة توجه دعوة إلى كل الدول الأعضاء وبنفس المستوى لكن الجزائر تعيش أزمة كبيرة مع المغرب المغرب لا يعيش أزمة مع الجزائر المغرب لم يقطع العلاقات المغرب لم يغلق الأجواء المغرب لم يفعل شيئا تجاه الجزائر الجزائر هي التي قالت وطبعا نتحدث عن نظامها هو الذي قال بأن المغرب قام بأفعال عدائية اتهموه بأن المغرب قتل الجزائريين ولم يقدموا أي أدلة ولا شيء كلها اتهامات كلام كان كلام جرائد واصبح الآن كلام مواقع أنترنات وتحول الآن إلى كلام ذباب إلكتروني تابع للأجهزة الأمنية فقط هذا هو الواقع هذه الرحلة كاين الناس كثير كل واحد ينتظر كيف ستكون كيف ستكون ملامح وزير العدل كيف سيكون الوضع كيف سيستقبل كل هذه الأمور كانت محل قراءات لأن هذه العملية كلها تكشف الكثير من الأمور من المفروض أن الجزائر حتى لو كان عندها مشكلة مع المغرب أنه عندما ترسل الدعوة ترسلها وفق الأصول المتعارف عليها لكن أن ترسل الدعوة بهذه الطريقة والبؤس الكبير هي الحالة التي ظهر عليها وزير العدل نفسه أولا انطلق من مطار بوفريك العسكري ما انطلقش من مطار هولي بومديم فيها رسالة عسكرية يعني حتى عندما يتوجه مبعوث الرئاسة والرئيس لحضور قمة العربية الطائرة تنطلق من المطار العسكري وهذه رسالة عسكرية ولماذا لم ينطلق من مطار هولي بومديم فضلوا أن ينطلق من مطار عسكري مطار بوفريك ثم عاد إليه وبعض المعلومات التي بدأت تتسرى بأنه حدث له اجتماع مع قيادات عسكرية في مطار بوفريك من هؤلاء ليس لدي معطياته ولكنه عندما وصل هناك راح جلس في مكتب المدير هذا المطار وهناك جلس مع أشخاص فقد شهدت سيارات تحمل شكل رسمي دخلت إلى المطار من غير السيارة التي كانت تحمل أو كان على متنها وزير العديل هذا بعد ما سافر على متن الطائرة وانطلاقة من مطار عسكري فهي رسالة عسكرية من الجيش للمغرب بأنه فعل القرار وما يخص العلاقات بين الجزائر والمغرب هي في يد العسكر وليس الرئيس وأن هذه الدعوة لو لم يوافق عليها العسكر ما يمكن أن تصل ربما يحدث أي شيء آخر هنا في هذا السيق نذكر بأن الجزائر حاولت بكل الطرق أن تتفادى دعوة المغرب وحاولت بطرق معينة مع جامعة الدول العربية مع الأمن العامة لتفادي هذه الدعوة وكانوا يريدون أن جامعة العربية وربما حتى الأمن العام لجامعة العربية تكفل بهذا الأمن غير أن الأعضاء الفاعلين في جامعة الدول العربية وفي مقدمة الدول الخليج حسب ما وصلني رفضت هذا الأمر رفضا قاطعا وحتى الجامعة بحد ذاتها أحست بأن هذا الأمر لن يفيد شيء بل أنها فكرت ربما هذه الدعوة تكون بوابة خير لإصلاح ذات البين بين الجزائر وجارتها المغرب هذا هو حسب المتابعين لهذا الشأن الطائرة نزلت في مطار الرباط على الساعة الحادي عشر وأربعين دقيقة هناك وجد الوزير العدل الجزائري سيارة دبلوماسية في انتظاره ملقاش مسؤولي السيارة حملاته إلى مقر وزارة الخارجية الذي يبتعد نحو ربع ساعة على المطار وهناك وجد في انتظاره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا وهناك حسب ما تحدثت الآن بدأت تتحدث وسائل الإعلام أن اللقاء كان جاف جدا وظهر ذلك حتى على ملامح وزير العدل الجزائري كأنه مكره وكأنه أعطيت له توصيات حتى لابتسامة ما كانش واكتفى بكلمات محدودة جدا عندما قدم هذه الرسالة الواضح أن وزير العدل خايف بل أنها ربما رحلة الموت بالنسبة لهذا الوزير قد تتم إقالته ومازال في الأجواء لو تصرف أي تصرف يقراه العسكر بأنه نوع من التودد للمغر عدل إبتسامة يعني ما هذا هذا الوزير أنا لو كان هذا الوزير عنده نوع من الكرامة وما نعرفه عنه أنه رسل ما ما هو فاسد ورسل خلوق من الأمانة ولكن أن هذا الموقف المحرج الذي وقع فيه وبهذه الطريقة لو عنده شوية كرامة مع عودته مباشرة يقدم استقالته يعني ترسلني في دعوة مثل هذه إلى بلد عربي في إطار قمة عربية هذه القمة قيلة أنها للمش من العرب الروح هناك حتى ابتسامة ما يسمحونوش أنه يبتسم حتى الجمل تم إعدادها وتحفيظها ليها بطريقة كبيرة ما الذي دعاكم إلى كل هذه المهانة حتى تهينوا وزيركم بهذا الحد؟ النظام تصرف بمنطق عصابة وليس بمنطق دولة الدولة عندما تكون لها أزمة مع دول عندما يذهب وزير هناك يتصرف كرجل دولة ولش فرانسا رغم بهدلكم ماكرون وانتما تضحكوله وتتوددوله حتى مع إسبانيا الوفد اللي زار بطريقة سرية غير معلنة الحكومي تم استقباله بالأحضان في حين وزير العدل حسب المعلومات ما شرب شاي ما شرب قهوة ما جلس تغدى بل أنه لما خرجوا صوروا الصورة استلام الرسالة أمام الصحافة وراكم تشاهدوا فيها الآن بعد ذلك مباشرة رض عليه وزير الخارجي المغربي ليذهب إلى فندق الصوفيتال حسب المعلومات من أجل أخر قسط من رحها رفض لأنه حسبينه وقت الزمن المعلومة التي وصلتني هذا اليوم من مصدر في الجزائر قالوا بأنه محددينه الوقت يعني حسبونه وقت الوصول المدة الزمنية من المطار إلى وزارة الخارجية مدة تسليم الرسالة والجلوس والعودة والرحلة وضباط كبار رهم ما زالوا يستنوا فيه في مطار بوفاني وينتظروا في الصور لو ابتسم ابتسامة ربما يتتم قالتوا قبل ما ينزل ما الذي حملكم على هذه المهانة يعني من أجل باش تديروا قمة عربية جيبوا الدول العربية باش تتعشى وبينهم حكومات ورؤساء وزراء الكاسدور كل هذا تهينوا الدولة مثل هذه انتقولوا بأن المغرب دار أعمال عدائية أن المغرب اقتل جزائريين في الصحراء واقصفهم وأنكم ستعاقبون المغرب وبعد ذلك من أجل أقمة عربية فقط باش تقولوا أن الدبلوماسية الجزائرية عادت كما يدعي عبد المجيد تبون ويزعم ويكذب وآخر كذب ما قاله في خرجته الأخيرة عندما قال بأن الدبلوماسية الجزائرية رجعت وهذا كذب وبهتان الدبلوماسية الجزائرية قلت لكم قيمتها راح يظهرت حتى على ملامح هذا الوزير هل يعقل هذا؟ هذا كل تهين الجزائر؟ إذا كانت تكذبوا عن المغرب أهنتم الجزائر بأزمة ما فيهاش مصلحة وإذا كان المغرب بالفعل قام بأعمال عدائية اللي تحدثت عليها ووصلت إلى درجة التلويح بالحرب واتقوموا بهذا الفعل من أجل عقد قمة عربية بشيجيكم أبو الغيط وجمعتوا تهينوا الدولة الجزائرية بهذه الطريقة وبذلك أثبتتم أنكم نظام بلا كرامة وأنه نظام يتصرف بمنطق العصابة ما تجيش تقولي لأنه قمة عربية لازم نجيبه هذا الملك هو ملك دولة قلتم أنتم بأنفسكم بأنه قتل جزائريين وأنه قام بأعمال عدائية ضد الوحدة الطرابية الجزائرية وأنه يمون وأنه يفعل كذا وأنه جاب إسرائيل على حدود الجزائر كي تستهدف الأمن القومي وقلتم 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 وبعد ذلك تحركتم بطريقة الصغار من أجل أن تنعقد قمة على الأرض ما فيها منفع للجزائر ولا لأي شيء لو كان هذا النظام عنده كرامة حقيقة لا رفض هذه القمة ولكن هذا أكبر دليل على أنه لا توجد أعمال عدائية وأنها كلها إفتراءات الآن النظام إما أن يثبت بالدليل أن المغرب قام بأعمال عدائية وبذلك يكون أن هذا النظام أصلاً تواطع مع هذه الأعمال العدائية بهذه الدعوة أو أنهم يعترفون بالكذب على المغرب وفي هذه الحالة أيضاً الأمر أسوأ بكثير وأنا أرجح بأن هذه الأعمال العدائية هي مفبركة من طرف العسكر من أجل استدعاء المشهد أو البعبع الخارجي في ظل احتقان داخلي وأمر آخر أن هذه الأزمة سببها تطورات القضية الصحراوية التي تعني المغرب وتعني البوليزاريو ولكن الواقع هذا في الحقيقة من المفروض ولكن الواقع الحقيقي أنها صارت تعني الجزائر والمغرب وصراع ثناء بين الطرفين وهذه الأزمة بسبب مآلات هذه القضية التي بدأت تظهر للعيان يعني يوزير ترسل وزير عدل إلى بلد تقول رهو قام بأعمال عدائية ما الذي يعنيه هذا أكبر ورطة ورط فيها النظام نفسه بسبب جهالات تبون ومن معه أن نسمى هذه القمة قمة لم الشمل أنت لم الشمل بين من ومن قلتم لم الشمل بين العرب أليس المغرب دولة عربية وهل من علامات لم الشمل أن ترسل وزير بهذه الطريقة ويحضر عليه العسكر حتى الإبتسام لا يبتسم كلمة ما يقولهاش حددون الوقت بالثانية والطائرة مشأت في السماب سرعة غريبة كل ذلك فقط من أجل فقط أنكم ترفعوا الحرج وفي الواقع ماذا تعملون يجري في الواقع الآن سيصعدوا من حملات إعلامية ضد المغرب والهدف من هذه الحملات الإعلامية حتى لا يشارك المغرب لأنهم ذهبوا صاغرين ونحو إرسال هذه الدعوة ثم الآن سيعملون كل ما في وسعهم حتى لا يجدون أنفسهم في حرج كبير إن حضر ملك المغرب فيضطر التبون أن يسلم عليه فرش له السجاد الأحمر ويستقبله كما يستقبل بقية الزعماء والأمراء والرؤساء والملوك وفي هذه الحالة حتى العسكر سيقول التبون لا تبتسم في وجه أو ماذا والله أنا أقول هاي يكون بكل صراحة الملك المغربي إذا فضل ما يحضرش أرى وارفع عليكم الحرج وأشفق على هذا النظام نعم أشفق على هذا النظام أنتم ما رسلتون الدعوة والوزير مكسر على أنيابه وحتى حرمت عليه الابتسامة هاي يغد وجهكم الملك هاي يخلين من الملك الملك وما يحضرش منذ القمة الأخيرة اللي حضرها كانت في الجزائر وربما يعود إلى القمم عبر الجزائر ولا أعتقد بأنه هناك ما يسجع على حضور الملك الملك أعتقد إذا قرر الحضور معناها أنه هناك مشروع للمصالحة والنظام الجزائري ما عندوش نية مصالحة لأن المصالحة مع المغرب يقعد بلا أزمة وبذلك يتعرى النظام وتتعرى القضية الصحراوي وهذا ما يحبوش إذن إذا كان الملك المغربي ما أحضرش وجاءوا الوزراء الأخرى رح تعمله بنفس الطريقة ما تسربوا لهمش كاستاي وما تترحبوش بهم في المطار ما كيف يشعر لماذا وضعتم أنفسكم من أجل قمة عربية لا قيمة لا الملك المغربي يترفع عن هذه القمة وما يحضر الهاش لأنها قمة بلا فائدة فقط من أجل استنزاف ثروات أي دولة يحط فيها المغرب من قبل اعتذر أن تعطلت العقد القمة على أراضيه أنت جاي تقول لم الشمل أوكي قلنا لم الشمل عرب ها كنا دايرين أزمة مع المغرب حررتهم على أزمة بين تونس والمغرب وما زالت أزمات أخرى تقف خلفها الجزائر بل أن هناك أزمة ما زالت في الظل بين الجزائر ومصر بسبب دعم الجزائر لإثيوبيا والجزائر أيضا لمواقفها مع إيران التي تهدد الأمن القومي الخليجي كل هذه وجيت تسمي لي أنك داير قمة للم شمل العرب عيد واحد داره مخروبة مع جاره ويفكر أنه يدعي بأنه يوحد ما بين الناس أو أنه مصلح اجتماعي تقولون ما لا تفعلون حقيقة لو كانت يقصدوا بلم الشمل العرب لم العرب على قضية فلسطين كيفاش؟ ومهدتوا لها باللقاء هذا كانت على هنية مع محمود عباس وفي نفس الوقت تدعو في المغرب الذي تتهمون فيه بأنه طبع مع إسرائيل وفي نفس الوقت ترحبوا بحمود عباس اعطي تولو شيك بمئة مليون دولار وهو عرب التطبيع في العالم العربي والإسلامي بل عاد من الجزائر المرة الأولى سهر في دار وزير الدفاع الإسرائيلي والمرة الثانية زاد التقاه زيارته الثانية للجزائر زاد التقاه وزير الدفاع كأنه يرفع له تقارير عن زيارته للجزائر أو أنه يقوم بوساطة المهل الله أعلى وأعلم ليس لديها معلومات حقيقة أن هذه الطريقة التي ظهر عليها وزير العدل أكدت بؤس هذا النظام هذا النظام الذي أصبح هش لهذا العدل يعني تهين نفسك وتهين بلدك هنتوها كدخلتوها في أزمة مع جار افتريته ولم تقدموا أي أدلة ادعيتوا ادعاءات لم تثبتوها مما يعني أنكم تكذبون إلى أن يثبت العكس وأهنتوها مرة ثانية من أجل فقط أن تنعقد القمة في الجزائر ويبقى تبون يخطب على الناس وحتى يدعي أمام الجزائريين أن الدبلوماسية عادت في حين أن الأمر عكس ذلك الدول هذه اللي حاضرها لكل الجواز الصفر الجزائري يديك إلا للمغرب بلا تأشيرة وتونس بلا تأشيرة ولليبيا هاي يروح الدول الأخرى الأردن معليش سوريا هاي مشي حاضرة بالصح دول الخليج بالتأشيرة مصر التي يتواجد فيها مقر جامعة الدول العربية الجزائري يمشي لها بتأشيرة يعني هذا الجواز الجزائري لدولة تريد أن تنمش من الجزائريين جوازها ما يروحش إلى أكثرية الدول إلا بتأشيرة مضحك ما آل إليه وضع الجزائر ما كان من الممكن أن نصل إلى هذا الوضع كانت عندكم مشكلة أو عندكم معطيات معينة ضد المغرب كان من الممكن معالجتها بإطار كما قالت ابونا من قبل ما رحبا ونجلسوا على طائل ولا تقول واش عندك معايا قالها من هنا بعد أيما تقللوا العسكر لا أو قاب بأعمال عدائية ونقطع العلاقة ما علاقة بينه بالمغرب أنا أسبق لي وقلت أنه ما عندناش مشكل مع المغرب يبدو أن المغرب عنده مشاكل معنا يتفضل تفضل جلسوا على طاولة وقول ما هي المشاكل تاعك معايا أما قضية الصحراء ما هيش قضية اليوم ما هيش والدة اليوم وسكت وبلع فمه ما قال حتى كلمة ما قالهمش لا توقفوا أنا منذ أيام فقط مددت يد الحوار علش ما عطيته ليش المعلومات إما أنه مدد يد الحوار هذهك ودع المغرب إلى الحوار وهو لا يدري شيئا على ما يحدث أو أنه يدري ولكن بعد ذلك جاه المهماز من ثكن عسكرية حقيقة أنا لما شاهدت الطريقة التي وصل بها وغادر بها وقدم بهذه الورقة أقسم بالله العلي العظيم أنني أحسست أن الجزائر توهان إهانة ما عندهاش نظير أنا بحكم ما يقول النظام أنا أجزم من خلال معطياتي أن الأمر لم تصل إلى حكاية الأعمال العدائية مشكلة المغرب هي الصحراء والجزائر تقول مشني طرف فيها وأي شيء يقوم به المغرب تجاه البوليزاريو تعتبر الجزائر أنها ضربة لهذه أنا خلاص أنت البوليزاريو صبحت البوليزاريو الآن هي الحزب الحاكم في الجزائر ما عندناش أحزاب سياسية ما عندناش طبقة سياسية أقوى حزب الآن معاه كل الدولة هو حزب البوليزاريو يعني معناها هو الحزب الحاكم الجزائري لما ينتقد البوليزاريو والله لو يمسكوك تقضي عمرك كله في الحبس ما هذا هو الحزب الآن اللي في يد السلطة هي منظمة البوليزاريو ما هذا هو الآن يا جماعة بكل وضوح أن الحزب الحاكم في الجزائر هو حزب البوليزاريو البوليزاريو يركبوا على ظهر الدولة وخلوا الجزائر تهان بهذه الطريقة أنا لا أقول هذا معناها أنك عندما تدعو الملك المغربي إلى قمة عربية معناها إيهانة للجزائر الإيهانة للجزائر بدأت في افتعال أزمة غير مبررة كان من الممكن أن تعالج بطريقة أخرى درتم أزمة مع فرنسا وبعد ذلك عدتم صاغرين أهنتم الجزائر وتاريخها الأباء والأجداد كافحوا الاستعمار الفرنسي ودفعوا الثمن تبون يقول خمس ملايين وستمائة وثلاثين ألف شهيد وبعد ذلك يعود تبون صاغر وماكرون شوفوا يده كيف ينفضلوا على ظهره حقيقة ما وصلنا إليه بؤس بمعنى الكريم هاهم عندهم أزمة مع إسبانيا وسيعودون إلى بيت الطاعة صاغرين درتم أزمة مع المغرب أجبرتكم جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية تجبر دولة والله لو كان عندي أدنى سلطة في الدولة الجزائرية لألغيت هذه القمة نعالج مشكلتي مع المغرب وعندما نذهب إلى القمة إما أنني أذهب أنا والمغرب اليد في اليد وإذا كان المغرب قام بأفعال عدائية ضد بلدي اللعنة على هذه القمة التي تنعقد وأنا أرسل دعوة وأرسل وزير العدل أهم يعني سلطة القضائية هو رأس الحرب فيها نرسله ويمشي بطريقة هذه ذليلة والعسكري ذل فيه من بعيد ويعود ذليل ويعني واحدة طريقة يعني والله لم أجد ما أعبر به على هذه الحالة البائسة التي وصلت إليها الجزائر كنت تعتذر عن هذه القمة خليها تنعقد في مقر الجامعة العربية وخليها الدول ما ترفضش الوساطة لو أنه هذا النظام الغبي لما أرادت جامعة الدول العربية وتحركت بعض الدول من أجل وساطة اسمح لها بالوساطة يعني اسمح ما هي الأفضل؟ أنه جيك دول مثل السعودية ودول ذات ثقل تقول لك نكون وسيط من عجل حل الأزمة هذه بينك وبين جارك؟ تقولوا لا تساوي بين الجلاد والضحية هكذا قال تبون عندما قال ما نقبلش حتى وساطة نقبل حتى وساطة قبلنا حتى وساطة ووزير الخارجي لما مشى الاجتماع تعال رؤساء الخارجية تعال الجامعة العربية كم ترأسها إنسان طيب جدا ونحترموه وزير الخارجي الكويتي في البداية قال هذا النقطة لا تدرج في جدوى العمال لا تساويش بين الجلاد والضحية وبعد ذلك من أجل أن تنعقد القمة ترسل وزيرك للعدل ذليل مهان مسكين بالع لسانه لا يستطيع أن ينطق بكلمة وتقدم هذه الدعوة ذليل كيفاش الضحية يقدم الدعوة للجلاد ويرسله وزير العدل بهذه الطريقة لأنه هنا كل هذا سيناريو إما هذا النظام بلا كرامة أو أنه نظام كذب وأعتقد أنا أنه نظام كذب وكل كذب بلا كرامة لأنه من يتجرع الكذب على جاره سواء كان دولة أو شخص فهو لا كرامة له إذن إخواني الكرام أنا تبعت هذه الزيارة وهذه الطريقة التي تسلم بها الدعوة ودعوات الأخرى ترسل وطبقى الوزير يبتسم مع الذي يسلم له الرسالة ولكن للأسف الشديد إلا في هذه الزيارة كان الوضع بائس جداً أظهر بؤس الدولة وأظهر بأننا ما نملك دولة نملك عصابة كانوا من الممكن يرسلوا جنيرال أبعث الجنيرال ريحون هذه الدولة اللي يحكمها هؤلاء اللي نشوف فيهم جنيرالات وأنا أعرف عنهم الكثير فوالله ليس لديهم القدرة أن يسيروا يعني كسرنا صغيرة بطارية نارية تابعة إلى مجموعة أنت ساروخية ما يقدرش يسيروها راح يسيروك بلد كبير والمفروض عنده قيمة وقامة وعنده قيم وعنده مقام إذا حضر بين الصغار أو الكبار ولكن للأسف دمروا كل شيء من أجل أطماع ومن أجل بطون جنيرالات انتفخت بالمال العام ولا يزالون يريدون أن تنتفخ بطون أبناؤهم أيضا بالمال العام على حساب جزائريين يتضورون جوعا ويتعلمون في بيوتهم بلا دواء ولا ماء ولا حليب ولا أي شيء خلينا نشوف مقارنة بسيطة راكم تشوفوا الآن أمامكم صورة وزير العدل نفسه وهو يستقبل في السعودية ويسلم الرسالة شوف على وجهه ظهرت شوية بشاشا شوف قارنه مع وزير الخارجية المغربي ولا أي شيء أنت راك يا وزير العدل واللي بعثوك أنا لا ألومه هو شخصيا لأنه هو مسكين راه كان في مهمة نستطيع نقول أنها مهمة الموت قادر يرجع يسجل فلذلك مسكين ربما داروا له حتى تدريبات كيفاش يسلمها كيفاش تظهر ملامحوا واش الكلمات يقولهم كذا كذا يعني سبحان الله مرسلوا إلى عدو إذا كان عدو بهذه الطريقة ما تستدعيهش وإذا كان أرادت الجامعة العربية أن تفرض عليك أن تستدعي عدوا كما تراه اللي جابك إسرائيل اللي تهدد في الجزائر كما تدعون راه حتى الجامعة العربية عدو تقول لها هز الباقاج انتعكم ما كانش قمة عربية ديرها في بنات أخرى خلي رجعوا شوي للجزائر كرامتها ولكن هذا النظام للرئيس راضي نفسه أن يكون دمية عند العسكر في رأيكم ممكن أن يفكر في كرامة الجزائر للأسف الشديد ما يجري يوحي على أن هذا النظام راه بائس والعصابات يعني أرفعوا شوي على الأقل في عهد بوتفليقة كانت عصابة ولكن كانت شوي خير من العصابة هذه المشكلة الآن راه كنا في عصابة طاع رؤوس كبيرة الآن الخدم انتع تلك الرؤوس الكبيرة هم اللي دارونا عصابة ويسيروا في الدولة الجزائرية هذا هو اللي يجري بوتفليقة رغم أنه كانت أزمة ما بين جزائر ومغرب كيمات الحسن الثاني راح أحضر هناك وصافح يهود باراك صافح يهود باراك وما قلت له اجتمع لها شو حاسبته رغم أنه العسكر اللي يحكم أبدا وش كون اللي يحكم نفس العسكر يجلسوا في حلف الناتو وحداهم للعالم من تعالى إسرائيل هذا هو الواقع لذلك دعوة أنه إسرائيل يجابها المغرب كلها حكاية فاضية كلها للاستهلاك الهدف وش هو هو استدعاء البعبع الخارجي من أجل أنه احتواء الداخل لأنه النظام يدرك يقين أنه ما عنده شرعية وما عنده مشروع وما عنده مشروعية ولا عنده شرع يحترم أبدا هذا هو واقع النظام ولذلك استدعى هذا البعبع الخارجي من أجل تدجين الداخل فقط وتصفية الحسابات على الداخل أمر آخر أنه النظام أدرك يقين أنه المغرب بدأ في حسم قضية الصحراء فافتعل هذه الأزمة من أجل أنه بعض الدول تماطل بعض الشيء وتتأخر لأنه كيشوفوا الجزائر غضبة وزد غضبة من إسبانيا وكذا وكذا كذا بعض الدول في ظل اقتصاد وفي ظل حسابات الغاز ومصادر الطاقة وما إلى ذلك في ظل الأزمات اللي رهي صايرة يقول لك يتمهلوا شوي يعني اضحوا بصمعة الجزائر من أجل صمعة إبراهيم غالي فوالله لو كنت في مكان هؤلاء الذين يصنعون القرار والحمد لله أن الله لم يبتلين بهذا لأنه لو ابتلان بهذا للاعنتنا الأجيال ومن حقها أن تلعننا نحن أحياء ونحن أموات أيضا نعم حقيقة لو كانت في مكان ما نوصل إلى هذا الحال والله ما يبقى ربع ساعة على الطراب الجزائر من يريد أن يذل الجزائر ولن تنعقد قمة تكون سببا في إذلال الجزائر ولكن لأن النظام هذه الأزمة كلها فبركها وفي نفس الوقت يريد هذه القمة باش يرفع هذه العزلة المفروضة عليه ويبعاش يدعي ويكذب تبون على الجزائريين أن الجزائر عادت بقوة راه يديروا في الحكايات هذه كلها ولكن كل هذه الحكايات ارتدت سلبا الصحراء راه المغرب يحقق في إنجازات والمغرب راه يمضي بعيدا والمغرب راه يتفرج عليكم اقطعتوا على الغاز قلتم راه المغرب راه يتدمر هاو جاب الغاز بنفس الأنبوب جاب الغاز من جهة أخرى واش راح تديروا عدتم صاغرين وإذا تحركت قوة كبرى وضغطت عليكم كما سحبتم السفير يجي نهاروا ربما تتمنوا أنه يقبل المغرب أنه واحد منكم يروح هناك غفير وليس حتى سفير حقيقة أنني كنت أتوقع أن الوضع سيكون بهذا الحال لأنه منذ مدة ونحن نقولولهم تقولوا المغرب دار أعمال عادئية قدموا الأدلة عندكم إعلام عندكم كل شيء ولم يقدموا شيئا لأنهم اتهموا المغرب باتهامات لا يملكون عليها أدلة ولا يستطيعون إثباتها لأي طرف يريد أن يكون دلال خير أو وسيط كذا والبصل حتى فطرة معينة يبحثوا عن وسيط مؤتمن أو موثوق ما يفضحهم شوما القاوش وبعد ذلك بقوا وحدهم الجزائر في عزلة حقيقية ما يكذبوا عليكم بشوية صور يطلعنا لنيويورك طبعا يلتقي مع الناس اللي هناك العمامرة وبعد ذلك كيميل قام يدير يلتقي مع أنت عن بوليزاريو هناك هم راحوا في طيارة واحدة ويباتوا في أوتيل واحد ويصهروا في شمبرة واحدة والكاسيدور طبعا هذا اللي وصلنا للحال للأسف الشديد هذه الطريقة التي جرت اليوم وملامح الوزير راهي سوقت للعالم العربي الحقيقة أن الجزائر هدفها فقط قمة استعراضية لا لم شمل ولا بطيق إذا كانت الجزائر وتبونها حقيقة يريد أن يلم شمل العرب يبدأها مع المغرب وهذه البداية غير موفقة لأن الوزير سافر من مطار عسكري وبإعاز عسكري وتصرف تحت مهماز عسكري وعاد ليحاسب عسكريا حتى على عدد الخطوات لو تجاوز ما أمر به وهذه للأسف دائما أحوال دولة تحكمها ثكنات عسكرية وليست مؤسسات منتخبة لديها شرعية قانونية ولديها تأثير ولديها قيمة بين الجزائريين هذا هو حال الجزائر عندما يكون الرئيس مجرد واجهة وقناع في حين العسكر يحكمون من وراء السطار ويعبثون كل العبث بالبلاد وعندما يأتي وقت الحساب يصلت العقاب على آخرين مثل ما سلطا على من هم الآن يقبعون في السجود من حسابة بودفريق نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد